هل أنت مجرب؟ خمس حقائق يجب أن تعرفها طبعاً إحنا عايشين في أيام صعبة أيام فيها تحديات كتيرة فيها إحباطات فيها مفشلات لكن فرحنا وسلامنا مش حسب الظروف أو شو عم بصير في هذه الأيام إحنا نظرنا على يسوع المسيح في كتير ناس عم بتمر في عواصف هوجاء وعم بتعاني أشد أنواع نيران التجارب النفسية والجسدية والعائلية ومن كل أنواع التجارب اللي منمر فيها كتير مرات منذرف إدموعنا بصمت أو منصلي ويمكن مش حاسين أنه حد سامعنا ولا حتى حد منتبه إلينا لكن عاوز أقول لك أنه ثق أنه الله حي الله موجود فالسؤال هل أنت أو أنت مجرب أو مجربي خمس حقائق لازم نعرفها وفعلا تدخل فينا جوة حتى يكون عندنا الإيمان والثقة بالرب المحب الرب اللي بيهتم فينا أول شيء لازم نعرفه أنه الله لا يجرب أي شخص بالشرور مكتوب أحبائي لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحدا ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية والخطية إذا كملت تنتج موتا فمنشوف أحبائي أنه التجربة الشريرة هي بتبتدي تتبلور في داخل الإنسان كما أن حواء رأت أن الشجرة شهية للنظر ابتدأت يعني تتفكر والفكر أصبح يترسخ ويتجذر في داخلها إلى طبعا الفشل الكامل والسقوط في الخطية لكن من ناحية تانية الله يمتحن الإيمان كما هو مكتوب في نفس الإصحاح في يعقوب الإصحاح الأول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا احنا منعرف أنه الله امتحن إبراهيم مع ابنه إصحاب يوسف الصديق الرب امتحنه لكن خرج من هذا الامتحان منتصر من خلال الامتحان احنا منتعلم الصبر والصبر بيقودنا للفرح والنصرة أيضا منتعلم الطاعة الله بيختبر محبتنا بيختبر ولائنا لأنه يعرف المرأة ويكرم عند الامتحان فالامتحان غير التجربة الشريرة الله ما بيجربنا بالشرور ولا يجرب أحدا لكن من ناحية تاني مكتوب كمان بنفس الإصحاح طوبة للذي يحتمل التجربة في آية 12 من الإصحاح الأول لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه الفكرة أحبائي إكليل حياة الصبر طبعا ينشئ فرح ويخلينا نفرح وفي نفس الوقت إذا الله متحنى حتى حياتنا تكون أنقى وأرقى وأصفى مثل الذهب اللامع يعني بكلمات أخرى الله عم بنقينا الله عم بشكل فينا عم ننمو عم ننضج والغرض كله حتى نكون مشابهين صورة يسوع شيء تاني حقيقة تاني الله دايما يعطي المنفذ إذا في تجربة في منفذ الله دايما عنده طريق اللي نخرج منها مكتوب لم تصبكم تجربة إلا بشرية ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطعون بل سيجعل مع التجربة المنفذ أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا كورونتس الأولى صحاح عشرة والآية تلتطعش يعني هذه النوع من التجارب لا لتكسرنا أو تحطمنا لكن لترفعنا وتشكلنا في نفس الوقت الله عم بعلمنا أنه ننظر مش بالظروف المحيطة إذا كنا منتخبط بالوحل لكن ننظر بالمنظار الإلهي شيء ثالث في موضوع التجربة أذكر يسوع يسوع هو أعظم مثال هو مثالنا في كل شيء لقد تجرب مثلنا بلا خطيئة مكتوب لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين عبرانيين إصحاح 2 ثم مكتوب في إصحاح 4 لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثل ضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيئة فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه في بطرس الأولى إصحاح 2 مكتوب عن ألام المسيح تاركا لنا مثالا لنتبع خطواته بعدين أحبائي كم ممكن من الألام اللي إحنا منمر فيها تذكر يسوع واحدة من أحب الآيات على قلبي اتكلم فيها الرسول بولوس لكنيسة غلاطية بالإصحاح الثالث والآية الأولى بيتكلم للغلاطيين بقول أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا يعني يا من تمر بأي آلام آلام سواء من المعلمين الكذبة أو دعاة التهويد تذكر يسوع المصلوب خليه مرسوم بين عيونك يعني حطه نصب عينيك في أي ظرف في أي مشكلة في أي ألم خلي الصليب أمام عيونك لابد أن ترتاح تقول واو كل هذه الألام من أجلي أنا فبقول الرسول بولوس أمام عيونكم رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا تذكر هذا الموضوع في عبرانيين صحة 12 بيتكلم عن سحابة من الشهود اللي هم مثالنا اتألموا وتعذبوا واتهدوا وقتلوا بأشنع أنواع الميتات لكن بكمل بيتكلم عن هاي السلسلة بقول في آية 2 والآية 3 ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل الصرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله فتفكروا في مثل هذا طبعا بيتكمل بقول لألا تخوروا شيء رابع تذكر في أي تجربة في أي امتحان بتمر فيه أن الله معنا الله معنا مشتركنا ولا متخلي عنا الرب كان مع الفتية الثلاثة في سفر دانيال فئتون النار تخيل فئتون النار الرب يسوع لما شاف التلاميذ بيتخبطوا في الهزيع الرابع على بحير الطبرية كانت عاصفة هوجاء على وشكل أن كل شيء بتلع حكمتهم إمكانياتهم خلاص يعني يستسلموا جاء المسيح ماشيا ليهدئ عاصفتهم وليهدئ الرياح والأمواج الهائجة فالرب معنا أحبائي كما كان بأتون النار كما كان في وسط البحر يعني وهكذا يخرجنا من الماء والنار كما يتكلم سواء في مزمور 66 أو إشعية 43 الآية 2 هو دايما معنا ما بيتركنا ولا بيتخلى عنا أخيرا أحبائي إذا بتمر في تجربة تذكر كما هو مكتوب في روميا 28 الآية المشهورة ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معنا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده في موضوع آخر بقول إن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا وأن الله لابد أن يخرجنا إلى الخصب يريد تقرأ أم زمور 66 آية 10 إلى 12 بيبتدي بقول لأنك يا الله جربتنا محصتنا كمحص الفضة بعدين بيكمل بقول أخرجتنا إلى الخصب أحبائي اخضع للتشكيل الإلهي فالتشكيل الإلهي يقودك إلى كل أنواع البركات تمسك بالرب ثق في صلاح وأمانة الرب هو يعرف الأفضل لك لذلك لا تقلق لا تقلق عزيزي اتذكر إن الله ليس أعمى عن دموعك المذروفة ولم يكن أبدا أصم عن صلواتك وهو لم يكن يعني أبدا يعني صامطا عن آلامك أحبائي هو يرى هو يسمع إنه يتواصل ويتفاعل ولا بد أن ينقذك لا ولن يتخلى عنك إذا الرب باركك اعمل لايك وعمل كمان شير اشترك معنا كون شريك ووصل هاي الرسالة لأكبر عدد يمكن في ناس بتتألم أخيرا خلينا أرفعك كلمة صلاة يا رب أنا بصلي من أجل كل المتألمين والمجربين سواء جسديا نفسيا عقليا وروحيا بصلي يا رب أنك تلمسهم بلمسة شفاءك مكتوب عنك جئت لتشفي المنكسري القلوب باركهم بقوة حضورك بسلطان كلمتك يا رب بمواعيدك الثمينة بوعودك الثمينة تلمسهم وتباركهم وبصلي أنك تعوض لهم عن كل سنين العناء وتسترد كل مسلوب في حياتهم فيض بنعمة خاصة برحمة خاصة على كل مستمع ومشاهد في اسم الرب يسوع آمين آمين شارك هذا الفيديو شكراً للمشاهدين